كما أكد شكري أنه أطلع نظيره السعودي على انتهاء مصر من المسار التفاوضي بشأن سد النهضة بسبب تعنت السياسات الإثيوبية وسعيها لفرض الأمر الواقع تنوانا كذلك خلال مباحثات التورات الأخيرة في السودان الشقيق وتوافقنا على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لإتاحة المجال لنفاذ الإنسان الكامل للمواطنين السودانيين الأشقاء تمهيدا لتدشين مصار سياسي كما أكدنا على الشواغل والقلق بشأن تطورات منطقة القرن الأفريقي وأكدنا على ضرورة احترام سيادة الصومال الشقيق على كامل أراضيه ورفض أي إجراءات من شأنها الانتقاس من ذلك وحط شقيق يسموه الأمير فيصل بن فرحان بن المواقف الحالي بالنسبة لمسألة سد النهضة وقرار مصر بانتهاء المصار التفاودي اتصالا بما تأكد من استمرار السياسة الإثيوبية المتعنتة بل وتراجعها عما سبق التوافق بشأنه فيما يثبت استمرار غياب الإرادة السياسية لدي الجانب الإثيوبي للتوصل إلى اتفاق وإنما السعي لفرد الأمر الواقع وفي إطار حرص البلدين على الأمن العربي المشترك وعلى مصالح الشعوب العربية استعرضنا تطورات المشهد في سوريا وليبيا واليمن وتوافقنا على ضرورة العمل سويا نحو تأمين الاستقرار والدعم للدول الشقيقة وتعزيز التضامن العربي المشترك في مواجهة مختلف التحديات اشتركوا في القناة